خبر الأبرز هو رفع صندوق الاستمارات العامة ملقية في السوق الأمريكي من 12 مليار و 800 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2020 إلى 15 مليار و 400 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021 بحسب إفصاح للصندوق في هذه الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الأول اشترى الصندوق أسهم في ثلاث شركات جديدة مقارنة بالربع الرابع تضمنت 7 مليون و 500 ألف سهم في شركة Combat Health Acquisition و بحوالي مليونين و 900 ألف سهم أيضا في شركة كوبانج و أيضا مليونين و 500 ألف سهم في شركة مولتي بلان بالتالي الصندوق رفع ملكيته أيضا في Active Blazer بحوالي 18 مليون و 500 ألف سهم Electronic Artists أيضا بحوالي 6 مليون و 800 ألف سهم أيضا حتى في تيك توك كان بحوالي مليون و 700 ألف سهم ولكن شهدنا تخارج للصندوق في شركات سونكر انيرجي بالتالي أيضا الصندوق أبقى على استثماراته في حوالي أسهم 7 شركات هي Uber و Life Nation و Greenval و Automatic Data Processing و أيضا صندوق SBRDR لقطاع المرافق وبالتالي أيضا شهدنا ارتفاع في ملكية صندوق الاستثمارات العامة في شركة Uber من 3.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى حوالي 3.97 مليار دولار بنهاة الربع الأول من العام 2021 من التالي كلها أرقام إيجابية واستثمارات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة في الأسواق الأمريكية بالعودة إلى أداء السوق الأسهم السعودي في أول جلسة بعد جلسة سعيد الفتر المبارك شهدنا مكاسب قوية على السوق بحوالي 1 في المئة 74 نقطة وصل للسوق إلى مستوى 10400 نقطة الراجح أمس كان على مكاسب بـ 2 في المئة سهم الكهرباء السعودي بـ 5 في المئة المجموعة أيضا السعودية بحوالي 6 في المئة في ظل لربع من بعض النتائج السلبية اللي كانت تمثل لقطاع التأمين واللي كانت شهدنا تراجع واضح على قطاع التأمين ولكن نظرة إيجابية متفائلة باللون الأخضر يعني كانت على كافة قطاعات سوق الأسهم السعودية في ظل أيضا الأداء الإيجابي اللي شهدناه للقطاع المسرفي أمس موبايلي سجل أعلى مستوى منذ أوغسط من العام 2015 بحوالي لأعلى مستوى في 6 أعوام الكثير من الأسهم أيضا سجلة مكاسب هي الأعلى عما شهدناه بحوالي 5 تاوام عن فترة الماضية أتابع معكم افتتاح سوق الأسهم السعودي في جلسة اليوم على مكاسب بحوالي 13% يواصل السوق ثاني جلسات بعد إجازة عيد الفتر بحوالي 33 نقطة من سواء العشرة ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين نقطة